ماذا هو ميت اكس؟ هو ميت اكس اس هو ميزة هواوي تجدد نفسها في هذا السوق وتقدم الجيل الثاني من نفس الهاتف وفي هذه الحلقة نستعلق لكم هاتف هواوي ميت اكس اس قدمت هواوي الجيل الثاني من هاتفها القابل للطي مع تحسينات وتطويرات ليست كبيرة لكن أصبح أسرع وأكثر توفير للطاقة هواوي ميت اكس اس يأتي بتصميم قابل للطي السمك 11 ملي متر عند الطي و 5.4 ملي متر عند فك الطي والوزن 295 جرام يمتلك الهاتف منفذ يو اس بي من نوع سي ويمتلك سماعاتين استيريو البصمة مدمجة في زر التشغيل الجانبي الهاتف يمتلك شاشتين الأولى الرئيسية بمقاس 6.6 انش والثانية الثانوية بمقاس 6.38 انش وعند فك الطي يصبح الهاتف يمتلك شاشة كبيرة بمقاس 8 انش بدقة توكي 2480 في 2200 بيكسل بكثافة 414 بيكسل لكل انش من نوع اموليد ويغطي الشاشة طبقتين للحماية مع إمكانيات تقسيم الشاشة واستخدام تطبيقين أجرت هواوي الكثير من التطويرات على المفصل لكي لا يسمح بدخول الأتربة أو الغبار المعالج الرائد كيرين 990 بتقنة 7 نانو متر مع دعم تقنية 5 جي الرام 8 جيجا بايت وسعة تخزين داخلي 512 جيجا ويدعم تركيب ذاكرة خارجية من نوع نانو مموري الخاصة من شركة هواوي بسعة حتى 256 جيجا وقدمت هواوي مع هذا الجهاز أحدث واجهة ونظام تشغيل نظام التشغيل أندرو 10 مع واجهة EMUI 10 هواوي لم تقدم تطوير كبير على الكاميرات الخلفية مقارنة مع الجيل السابق الكاميرات الخلفية رباعية الأولى الرئيسية بدقة 40 ميجابيكسل فتحة عدسة 1.8 والكاميرا الثانية بدقة 8 ميجابيكسل من نوع تليفوتو بفتحة عدسة 2.4 الكاميرا الثالثة بزاوية عريضة بدقة 16 ميجابيكسل فتحة عدسة 2.2 والكاميرا الأخيرة الرابعة من نوع TOF مخصصة لقياس العمق وإمكانية تزيل فيديو بدقة 4K ب60 إطار بالثانية الهاتف لا يمتلك كاميرا أمامية للسيلفي بل يعتمد على تصوير السيلفي من خلال الكاميرات الخلفية لهذا سوف يقدم صور سيلفي عالية الجودة الهاتف يملك بطاريتين مقسمة على الهاتف بسعة 2.250 ميليمبر ليقدمان سعة إجمالية 4.500 ميليمبر وتدعم الشحن السريع بقدرة 55 واط خلال نصف ساعة يتم شحن 85% هذا بحسب هواوي لكن للأسف الهاتف لا يمتلك خدمات جوجل وأيضا يأتي بسعر جدا عالي الهاتف يأتي بسعر 2500 يورو 10 ألاف ريال سعودي هذه كانت أهم مواصفات ومميزات هواوي ميت اكس اس لا تنسى تشترك في القناة تدعمنا باللايك أشوفكم في حلقة قادمة مع السلامة